بعد مسيرة إرهابية طويلة مخضبة بالدماء أعلن في الولايات المتحدة عن مقدة لزعيم تنظيم داعش وخليفة البغدادي أبو إبراهيم القرشي العملية العسكرية التي نفذتها القوات الأمريكية في شمال غربي سوريا جاءت لتخلص العالم من أحد أخطر الإرهابيين وتجعله أكثر أمانة كما يقول الرئيس الأمريكي جو بايدن عرف عن القرشي تعدد كنياته فلقب بالبروفيسور والمدمر وعبدالله قرداش وحج عبدالله لكن اسمه الحقيقي هو أمير محمد سعيد عبد الرحمن المولى يبلغ المولى من العمر 46 عاما وهو يتحدر من بلد التلعفر الواقع بشمال غربي الموصل وينتمي لأسرة تركمانية عراقية حمل القرشي شهادة في العلوم الإسلامية من جامعة الموصل وعمل مجندا في الجيش العراقي في أحد النظام السابق بدأ القرشي رحلته الجهادية عندما اضم إلى صفوف تنظيم القاعدة بعد الحرب الأمريكية على العراق في عام 2003 وشغل أبو إبراهيم القرشي منصب المندوب الشرعي والقانوني لتنظيم القاعدة في عام 2004 قبل أن تعتقله القوات الأمريكية وتضعه في سجنبوكا تولى القرشي قيادة تنظيم القاعدة بفرعه العراقي في عام 2010 قبل أن ينشق مع أبو بكر البغدادي ويؤسسات دولة الإسلامية في العراق ليصبح تنظيم داعش فيما بعد بايع القرشي أبو بكر البغدادي على الخلافة وبرز في صفوف التنظيم بسبب وحشيته حتى عرف بأنه عراب المذابح والعبودية الجنسية بسبب ما اقترفه ضد الأزيدين العراقيين لحين اعتلائه لهرم في التنظيم الإرهابي بعد مقتل البغدادي أدرجت الخارجية الأمريكية القرشي على لائحة الإرهاب وصنفته واشنطن إرهابيا عالميا في أوائل عام 2020 وخصصت مكافأة قدروها خمسة ملايين دولار القبض على القرشي من خلال برنامج المكافأات من أجل العدالة في نوفمبر من عام 2019